وصل سموشي خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس الاتحاد الفخرية للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد فنون القتال المختلطة وصل لمدينة مونباي بجمهورية الهند الصديقة وذلك لحضور منافسات نسخة الخامسة من بطولة القتال الشجاع التي ينظمها اتحاد القتال الشجاع المنبثق من منظمة خالد بن حمد فنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد الهندي لرياضة فنون القتال المختلطة وبهذه المناسبة ربا سموشي خالد بن حمد الخليفة عن اعتزازه بإقامة بطولة بريف في نسختها الخامسة في مدينة مونباي الهندية واختيار هذه الوجهة بالتحديد القناعة الكبيرة بالحضور الهندي القوي على مستوى منافسات رياضة فنون القتال المختلطة والتي دفعت الهند لتكون بلد متطور على صعيد هذه الرياضة واشار سموهي لأن تواجد البطولة في هذا الوقت بالتحديد بالهند هي رسالة نوجهها لجميع القائمين على هذه الرياضة أننا داعمون وبشكل كبير لكل الجهود التي يذنونها في سبيل تحقيق التطلعات الرامية لموصلة التطوير والارتقاء بهذه اللعبة التي أصبحت اليوم محط اهتمام واسع من قبل الشباب بمختلف بلدان العالم والذي تجه لممارسة هذه النوع من الرياضات القتالية هذا واشار سموه بعمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصانيقة والقائمة على الاحترام والتعاون المشترك في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة والتي اتسمت وتميزت بالقوة والمتانة وبالتاريخ العريق الحافل والمشرق بين البلدين والذي يمتد لعقود من الزمن فهدفنا الإسهام في تعميق العلاقة بين البلدين من خلال المجال الرياضي لا سيما على سعيد رياضة فنون القتال المختلطة وقال سموش خالد بن حمد الخليفة إن الكل يعلم إن البطولة بل أن البطولة انطلقت كفكرة محرينية من العاصمة المنامة ولكنها كانت تحمل أهدافا رسمناها فهدفنا في المقام الأول تعزيز ما وصلت إليه البحرين من مكانة مربوقة على المستوى الدولي في هذه الرياضة والذي دفعنا بقوة لتنفيذ خطتنا القائمة على انتشار هذه البطولة بمختلف بلدان العالم فانتشارها العالمي سيسهم في تأكيل ما حققته هذه البطولة من نجاحات في وقت قياسي وتوقع سموه أن تشهد النسخة الخامسة من البطولة صراعا قويا بين المقاتلين المشاركين مكنا سموه أن هذه البطولة تشهد أسماء قوية لديها قدرات وإمكانيات قتالية عالية لا سيما في النزال الرئيسي والنزال الرئيسي الثاني والذي سينعكس بصورة واضحة على إبراز الحدث متمنيا سموه كل توفيق والنجاح لجميع المقاتلين المشاركين ومقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للإعداد والتحضير لقامة البطولة اشتركوا في القناة